توجه وفد من قيادات الجيش الحر الى مدينة اعزاز في مسعى لحل قضية اللبنانيين المخطفين التسعة بعدما اعاد احياء وساطته بتمن من الرئيس سعد الحريري واعلن الناطق الاعلامي للجيش السوري الحر لأي المقداد ان الوفد اجتمع مع بعض الفعاليات والمرجعيات هناك بسبب اصابة ابو ابراهيم المسؤول عن الجهة الخاطفة واشار المقداد في حديث الى تليفزيون مستقبل الى ان العقب الاساس في المفاوضات هي مطلب الجهة الخاطفة بالافراج عن بعض المتقلين لدى نظام بشار الاسد الان نحن اجتمعنا مع فريق الرئيس سعد الحريري ومع النائب عقاب سقر حاولنا تقديم حزمة متكاملة للحل للجهة الخاطفة وحتى للفعاليات في منطقة عزاز لانه كما بات معلوما الجهة الخاطفة وابراهيم لا يتبع للجيش الحر يعني هو لا يتبع تنظيميا او اداريا للجيش الحر انا اليوم اجتمعت بالنائب عقاب سقر وفريق الرئيس سعد الحريري في مجال ايجاد حل هم يقدمون كل التسهيلات المقداد طالب فريق بشار الاسد في لبنان ان يلتزم الصمت وان يطلب من القاتل في دمشق وقف قصف تلك المنطقة كي نتمكن من ايجاد حل من جهاته شدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على ان انقرة تبذل ما في وسعها لاطلاق المختطفين اللبنانيين في سوريا اوغلو في حديث لوكالة الانادول اكد ان تركيا عملت منذ بداية الامر استخباراتيا وديبلوماسيا لمعرفة مكان المختطفين ومازالت تتابع جهودها لحل الازمة